شايفيتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الأدوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني أنا دائما بحب أقرأ الكروت الإيجابية بس فيه كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول فيه فاقة سلبية فيه امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل أو ما بعرف سحر أو شي مثل هيك فيه عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون فيه حسد منها من هاي العلاقة الثالثة أو العلاقة الثلاثية فيه شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون أي يعني شيء أو شخص داخل في العلاقة آآ شايفة انه رح يكون الشريك أو ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص جديد أو فارس الأحلام أنا شايفة يعني مواصفات فارس الأحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الأحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحة على وشه آآ ولكن انت رح يكون في عندك بعض الصراعات الداخلية من هاي العلاقة وبعض التشويش آآ يعني أوكي يعني فرحان رح تكون بالرجوع وكذا آآ بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون آآ مثمرة أو ما تكون لها يعني لها نهاية حلوة أو خايف أكتر إشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي نبين بالصورة فالبين انه انت في عندك صراعات آآ بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة آآ أو لا والبين انك انت رح تعطي ولكن بتوجس آآ بخوف آآ معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا آآ الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل آآ ويصير سعادة انا شايفة في سعادة في الموضوع في توازن في نصر عم بتحققه آآ على هذا الشخص او على آآ الشخص الثالث لانه شايفيتك آآ مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير آآ مشاعرك آآ نارية تجاه هذا الشخص انت عن جد بتحبه ولكن آآ عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي اكتر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بيفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت آآ فرد مرة بس آآ بهاي الفترة اكتر آآ رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك آآ رح تغير معاملتك آآ معه عن آآ سابق عهدك آآ أول شي كنت آآ بتعامله آآ بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم طاط زيادة في العلاقة شايفيتك آآ هلأ لأ آآ عم تتغير آآ توجهاتك عم يتغير تفكيرك آآ آآ عم بتكون حاط اجر على اجر والآآ والشريك هو اللي عم بقدم تنازلات فشايفة نصر وآآ كروت حلوة لبرج القوس آآ شايفة على الأغلب في عندكم آآ سفر أو اجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الأخير من السنة آآ لكن عم بشوفك عم بت يعني عم بتزبط الأمور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة آآ آآ التأشيرة أو الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث أشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في آخر شهر آآ من السنة على الأغلب آآ العمل شايفيتك آآ في آآ شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت آآ انتصارات ويعني آآ علو ومرتبة آآ لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشي ما عم تتغير فهذا الشي شوي عم بدايئك آآ عم بيخليك آآ نوعا ما آآ زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه آآ تحط حجر أساس لمجروع جديد فممكن انه تكون بسبب آآ تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير انك تبلش بهذا المشروع آآ بشهر التسعة يعني بشهر التاني فآ آآ وعم بشوفك مصيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك آآ أو بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي آآ عم تجني آآ أرباح عم آآ ما بعرف عم آآ يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي انت آآ فيه هذا اكتر اشي بالنسبة للطاقات آآ ترابية آآ نارية آآ في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش آآ في عنا ترابية نارية مائية هدا اكتر شي آآ موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول اكتر ابراج موجودة آآ خلينا نشوف بالعقل الباطن شوفي عندك يا عزيزي آآ في موضوع موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم آآ بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقولك بهاي الفترة الثلاث اشهر رح تحقق واحد منهم بس آآ لنهاية السنة بتكون حققت الموضوع التاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن آآ يعني هذا اللي ببين من الورق آآ مبين انه انت يعني بالفترة الجاي زي ما بيقولوا التراب بتمسكو بقلب آآ دهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من فترة من يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث اشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم او تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قولنا عنه هون ممكن تعمله آآ في هاي الفترة فترة كتير آآ مناسبة لهذا الموضوع. نشوف أوراكلز. آآ هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بيقول لك انه آآ سامح. سامح سامح يا برج القوس. ان شاء الله تكون آخر مرة يعني ما يكررها الحبيب او. ماجيك. ماجيك. راح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي. راح تكون جذاب للجنس الاخر بشكل كبير جدا. ازا كنت رجل وازا كنتي امرأة. آآ فهذا السحر راح يجذب لك آآ آآ السول ميت طبعك اما القديم او للاشخاص السناقل الشخص الجديد. آآ في حياتهم او السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم. آآ ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس. اها بيقولنا عن الحبيب. آآ في اخبار آآ انه بما معناه في اخبار وصلتك آآ عن الحبيب. آآ كلها تخاطئة او آآ سيتم توضيحها في آآ بالفترة اللي جاي في توضيحات كتير راح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص آآ اخرى. فشي حلو? آآ بيقولك هون شوفنا فيه صراعاته كتير وآآ انه العقل والقلب وكزا. بيقولك آآ اعمل اللي انت حاسه وكأنه بيحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك. شغل قلبك وشو انت بتحس بكون هو آآ الصح. عم بشوفك بتعمل عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة آآ الجاي. بيقولك آآ بيقولك اتعمق كتير آآ بنفسك آآ روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت آآ تفكيرك انت انت شو بدك آآ يعني اتعمق في تفكيرك آآ اعرف شو بدك بالزبط لاني انا شايفيتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف آآ يعني تتصرف او تاخد قرار فقولك فبيحكي لك انه قودي روح بال بالعمق في نفسك وفكر على رواء فاك اعطي حالك آآ فرصة بي التفكير لانه قرارك روح يعني آآ ينعكس عليك لفترة آآ طويلة فاكون متأكد من هذا آآ القرار نشوف الشاكرا آآ كاردس لانه شفت في عندك طاقات آآ سحر او حسد او كزا فخلينا نطمن نشوف آآ زي ما توقعت آآ في عندك الهارد شاكرا آآ ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك آآ اعمل استشفاء آآ ظبط امورك وبيقول لك آآ بعديها رح تكون في بدايات آآ جديدة آآ وحصاد للي انت تعبت عليه فا يعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقول لك الكروت انه آآ بيقول لك هون انه آآ الموضوع قد مكان كبير قد مكان آآ صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة آآ الجاي فيه رح يكون عندك عناية الهية او آآ مثل مثل هيك شي عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما تت آآ يعني ما تتاخد خطوة للخلف آآ بالعكس آآ روح خطوات للامام وخليك آآ جريع. هون بيقول لك انه آآ رح تتعرف في الفترة الجاي على اصدقاء آآ جدد. بيقول لك دير بالك من اشخاص منهم يعني الاشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي. آآ كون متأكد من آآ هدول الاشخاص ما تدخل اي شخص على آآ حياتك وخاصة من الجنس الاخر ما تدخل اي شخص بدون ما تتأكد من مئة بالمئة آآ منه آآ شايف شخص آآ شوي آآ غريب عن ثقافتك آآ ازا كانت مواصفات وهذا الشخص غريب عن ثقافتك آآ شوي او الديانة غير او العادات آآ غير بلد آآ تاني آآ آآ عم بشوفك آآ عم تتأزى من هذا الشخص. هذا الشخص جديد آآ مش قديم. جديد رح يدخل حياتك بالفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص ازا كان في هادي آآ آآ المواصفات انه ياخد آآ حجم اكبر من آآ حجمه آآ آآ لانه رح يكون في ضرر آآ من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع. بقولك على قد ما رح آآ آآ تفتح قلبك على قد ما رح تاخد آآ حب. وهذا الحب بيقولك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ في آآ لحالك آآ آآ ازا كنت آآ عندك آآ مشاعر آآ اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع اولادك آآ بالنسبة للاولاد كمان آآ نسيت احكي بالكروت آآ برج الخوص عندي ترجمة نانسي قنقر